معي من عمان دكتور فاضل الزعب الخبير في طوارب نظمة الفاو مساء الخير أهلا بك معنا دكتور فاضل إذن نتحدث عن ازدياد لم يحدث منذ عشر سنوات بالعام الأخير ما الأسباب لأن حتى الأزمات الكبيرة التي تعانيها دول عدة للأسف هي ليست وليدة العام الماضي فقط نعم الأسباب عديدة بس من أهمها هي الأزمات التي تعانيها دول العالم التي زادت حجتها في العام الماضي نعم نتحدث مثلا في منطقتنا هناك فقط من مدينة الموسر كان ما يزيد عن المليون نازح وهذا طبعا تعرضهم يجعلهم متعرضين لموضوع الأمن الغذائي إضافة إلى التباط والاقتصاد العالمي من الطبيعة العالمية لم تتح للدول والحكومات أن تعطي الاهتمام الكافي بدعم الإنتاج الزراعي وهذا أدى أيضا إلى عدم الإهتمام بالمنتج وكما ذكر تقريركم هناك نسبة عالية من الهدر يتم سواء في الحقل وبعد الحصاد أو عند سلسلة الإنتاج كاملة من تخزين ونقل وغيره وصولا إلى المائلة هذا جانب إذا سمحت لي أضيف جانب آخر في تغيير كبير في العادات الغذائية هذا التغيير الذي نجم أدى أيضا إلى الخلل في موضوع التوزيع مشكلة الأمن الغذائي ليست مشكلة فقط تواجد المواد الغذائية وإنما مشكلة القدرة على الوصول إلى هذه المواد والحصول عليها واستعمالها طيب ما المطلوب والذي يمكن قيام به مقدور علي لتدارك هذه الفجوة على الأقل لعدم ازدياد من يعاني الجوع هذا هو هدفنا وهذا نحن كمنظمة المتحدة الأرض والزراعة هذا الهاجس الذي نعمل عليه دائما كيف تعملون هذا لذلك أهم شيء هو جلب الاهتمام وضغط ناقص القطر وجعل الجميع ينتبه إلى هذا الموضوع عندما نتحدث عن تقريرنا السنوي بهذا الخصوص فنحن نجلب الاهتمام إلى الحكومات نحف على أعطاء مزيد من الاهتمام إلى دعم الإنتاج الزراعي مزيد من الاهتمام إلى تطوير أسالي بالإنتاج مزيد من الاهتمام أيضا في تقليل من الهدر الكبير ونقوم أيضا في دورنا في الجانب الإنساني في المناطق التي تتأثر بالنزاعات من تقديم المعونات العاجلة ومن إعادة أيكلة وإعمار وتحيي ما يتم تدميره لذلك تبدأ الأمور بجذب اهتمام الحكومات في كل دول العالم لإعطاء مزيد من الاهتمام والدعم والاستثمار في مجال القطاع الزراعي طيب دكتور فاضل كيف يعني لا أعرف إلى أي مدى هذا السؤال مشروع كيف تقيسون من يعاني الجوع كيف تتم كيف ترصدون الأرقام هي عبارة عن عدد من السعرات الحرارية اليومية التي يصطيع الإنسان الحصول عليها عندما تحدثت عن ما يلزم الفرد من سعرات حرارية يومية من أجل القيام بالأعمال العادية والحركة 1,700 كالوريت 2,700 حسب العمر نعم فإذا حصل على أقل من هذا يبدأ الإنسان بفقدان وزنه ويبدأ بتعرضه للأمراض وسوء التغذية ويدخل في حالة المجاعة ويظهر عندنا الكثير من الحالات في الأطفال على سبيل المثال من التقزم والهزال وغيره في الحوامل من فقرة الدم هو التغذية تختلف يعني خاصة بالنسبة للحوامل والأطفال وضع خاص طبعا ولكن غير هذا يعني كثيرون سيقولون اليوم بأنه تحت المعدل طبيعي 2,700 كالوري لا يعجع هذا يعجع لأنه يبدأ الإنسان بفقدان وزنه تركيب ريجيا ففقدان وزنه تدريجيا يجعله عرضة للإصابة بالأمراض وأكذا يصنف على أنه دخل في الطريق إلى المجاعة أنا أشكرك جزيلا دكتور فاضل الزعبي الخبير خبير طوارئ بنظمة فاو على هذه المشاركة معنا من عمان ترجمة نانسي قنقر